السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات مطبخ ام البنات اليوم ان شاء الله نتبرتجي معكم واحد الفقهات التي يجي رائع في المداق وزوين بزاف التقديم كنتمنى انكم تجربوا وعجبكم هاد الوصفة كنت تعلمتها من عند حماتي الله يرحمها كنتجي زوين بزاف كنتمنى انكم تجربوها وانها تعجبكم ولأول مرة كيشوف القناة يتابونه يفعل الجرس باش يتوسط لكل ما هو جديد كنتمنى انكم تدعموا الفيديو بلايك ولأول مرة كيشوف القناة يتابونه يفعل الجرس نبدأ على بركة الله اول حاجة غدي ناخد الكاوكا وكيف ما كتشوفه معايا محمرته وغدي نهار مشوف في هاد الهاشواء وخليسوا هنا بالجلده ولي ما عندوش لهاشواء يمكن له يهارمشوا غيف في الطحانة دي الماطيشة الطحانة اللي كانت طحنه بها ماطيشة عادية يدير ديك الغليظة ويهارمش فيها صفي هنا كيف ما كتشوفه معايا كان هارمشوا وخديث انا هاد الكاوكا وخديث ذاك الرقيق البلدي حمرته فرار وهارمشوا كيف ما كتشوفه معايا صفي غدي نصمر على هاد الشكل حتى نكمل الكمية اللي عندي كاملة دي الكاوكا صفي هنا كيف ما كتلكم عندي رابعة دي الكاوكا وعندي هنا السادي البيضات وكاملين وبيض بيضة واصفار حسافة تبيل جزيين عندي جكيسان ديول سانيداء وواحد إلا ربع عندي جكيسان ديولة الزيت وعندي خمارة وحدة وهذا النكهة ديال الزهار البرتقال صفي وعندي هنا هي قلعة ديال كوفيتير خاصة بالحلويات عندي معلقة ديالنيس كافي باش نزيدها على أصفر بيضة باش نزين تبقى على حسب الخالط انا اغلبية تهزلي 900 قرم ولكن تبقى على حسب نوعية الدقيق وحسب الحجم البيض اللي يستعملين تبقى على حسب الحجم البيض وضعته في واحد القصرية تبقى على سانيداء والزيت والسكار اللي من السم بزهارة البرتقال سوف نحاول انني نخلط مزيان مزيان حتى ينسى جمليه هاد العناصر كلهم مزيان يمكنكم استعملوا خلاط اليدوي او يمكنكم استعملوا حتى المولينيكس سوف نستعملت غائدتي هنا مش مشكلة يعني يمكنكم استعملوا اي حاجة سوف هنا يعمل لي تخلط لي مزيان لكل عناصر كاملة ضد دقيق وضد الخمارة كيف ما كتشوفه معايا نزيد دقيقة بشوية بشوية ونحاول انني منعجن شغيل نخلط سوف نستمر على هذا الشكل حتى يجمع لي العجين سوف نضيف طريق بشوية بشوية يجمع لي العجين سوف نستمر على تقريبا 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 تزلي تسعمية جرام ديال الدقيق حتى يمكنكم استعملوا حجم ديال الدقيق ولكن ثم مضيفو سوف تستعملوا حجم ديال الدقيق لانا يمكن تخزر استعملوا حجم ديال البيض صغير أو لا نوعية ديال الدقيق سوف ايضا اجنة يجمعي للعجين، كيف ما كتشوف معايا دوا القوام ديالها سوف نقصمها على كورات كما تشوفوا معايا كي يجيني الحجم هذا الفقاس هو هذا سوف نقصمها على ملات الشكل هذا حاولت أن نقصمهم بتساوي سوف نأخذ كورة من الكورات سوف نحاول أن نطلقها بالمدلك على شكل مستطيل لكن لا يكون أرقيق بثاف نحاول نقادها كما تشوفوا معايا في الفيديو على شكل مستطيل سوف نأخذ الحربول سوف نأخذ الكوفيتير سوف نأخذ الكوفيتير خاص بالحلويات كما تشوفوا معايا كونجالي سوف نوزعه مزيان على العجين سوف نأخذ الكاوكا وكما تشوفه معايا سوف نوزعه على العجين سوف نوزع حربول سوف نأخذ دهونة بزيز او لا انا مديرا هنا ورقة الطهي انا عود معاكم محدخرة باش تكون واضحة مزيان سوف نصمر على شكل و كيف تشوفه معايا و من الاحسن العجينة من رقوهاش بزاف نخليها شوية غليظة سوف نأخذ الكفيتير كيف تشوفه معايا يكونوا عامرين مزيان سوف ندير من فوق منها الكوكاو يمكن لكم تزيدوا حتى زنجلان يكون محمر حتى يأتي زوين يعطي واحد اللده تخلطه مع الكوكاو سوف نشكل الحربول على الشكل كيف تشوفه معايا كيف تشوفه معايا هذه القرعات تشوفه معايا 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 الماء ونضعها على البيض سوف نحاول ان ندهن مزيان للوجه ديال الحرابل قبل ما يدخل الفران تشوفه معايا تشوفه معايا ونحاول ان ان ندهن خطوط خطوط ياما بالطول ياما على شكل امواج كما تشوفه معيك يعمل الشكل اللذويين وراقي فالأثناء عندي الفرران له سحون وغادي نحط اللطاء من الفوق حتى يتحملها من التحت عشان شهرها من الفوق باش تزيد طيب وما تبقى شئ معجنة من الداخل وضروري الفرران يكون ناقص بزاف هنالله خرش من فرران كيف مكتوفه معي وغادي نقطع فيه نيشان يعني ما نحتاش نخلي حتى يبرد نخلي نقطع نيشان يعني نخلي واحد جوش دقيق باش نقدر نشدها لانها بقى سخونة بزاف سافرون دا نقطع فيه نقطع سمائي لعلاد الشكل هادا يمكن لكم تقطعوه كيف ما بغايتو يعني حتى في يعني بي تتخلي وغلاية تتخلي وبي تترقوه تترقوه يعني كشوف هذا الشيك رجع ليكم تومه سافي ودابا غادي نستفوف اللاطا كيف ما كتوف معي دا وشكل دياله كيف كيشي انه بقي سخون يعني كنشده غيب الزز بقي سخون سافي وغادي نستفوف اللاطا وغادي ندخلها الفران كيف ما كتوف معي وستفزو هنا في اللاطا سوف أعطينا واحد القرماشة يعني فاش كيف بدأنا ناكله فيك سعطينا واحد القرماشة كيكون زوين بزاف 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 كنتمنى انكم تجربوا سافي هذا هو الشكل نهائي دياله كيف ما كنتشوفه معي كي يجي راقي في التقديم اما في المداق هي سهلة مرة كي يجي غزال بزاف واللي داقوا عندي كي يعجبوك ياخذ المقادر كنتمنى انكم تجربو كنتمنى اول مرة كيشوف القناة لا تنسوا لي شمالي لايك البناس وخلو لي شتعليقوا نزويني كيف ديما كنتمنى انكم تجربو الى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا الى فيديو قادم ان شاء الله شكرا